الآن محاضراتنا هي الاكسجين ترسبورت اه بروتينز اللي هي بالسشن تو اللكتشر تو اه ام جي دي. كل حين نعرف انه الاكسجين داخل الجسم عن طريق اه عن طريق الهيمو بلوبين او المايو بلوبين وهذا الهيمو بلوبين هو جزئين جزء اه موليكولز والغلوبين اللي هو بولوب تايد بروتين راح نتعرف على شون هون الفرق وشون عمليات الناقية تكون بين ما الهيمو بلوبين في هذه المحاضرة باللانك اما يوصل الهيمو بلو بل لك راح يتحمل او يرتبط بالاكسجين الاكسجين ينتقل الطبعا عن طريق الهيمو وراح يصير لتحرير ريليز ان ذا تشو بعد ذلك راح ينتقل يرتبط الثاني اوكسيدي الكربوني اللي هو واستر بروتك بالهيمو بلوبين وينتقل المن ينتقل للانك يطرح على عمليات الزفير هاذا العملية كلها هي اه ترانسبورت او اوكسجين ان سي او تو باي هيمو بلوبين هيمو بلوبين هيمو بلوبين تكون من اه هترو تيترامر تشين اه تو الفة تو بيتا والميل بلوبين فقط تكون من اه اه بولي ببتايد واحدة هنا يشبع باربعة اوكسجين موليكول فور اوكسجين موليكولز هنا من اوكسجين موليكولز ميل بلوبين 153 amino acid 80 kilogalton oxygen carrying protein in muscle consists essential prostatic groups اللي هي الهيم contains iron atoms compact protein larger alpha helixis the study involved in oxygen binding carbon dioxide can also bind and then يحمل لنا الاكسجين يكون يحتوى على البروستاتيكي جروب يكون larger alpha helix يحتوى على الهستادين يختبط بالاكسجين وايضا يختبط الثاني بأحادي اوكسيد الكارون الهيم consist of احنا قلنا يقلنا الهيمو بلوبين هيم اللي هي بروستاتيكي جروب والغلوبين اللي هو بروتين الم walked vitamin in organic plots بت يا بروتولبولفيرين ما ملاق MCT ببولفيرل خوفييرين ملاقه ملاق الشرق ببولفيرل و بأحناراك الملاقه ب проект بbreت formula EL بارط روالبولفيرل من ضفل couch الباكس يحتوى على خلص بعل Joint 字 على الكم البلاقه البلاق اترافيرل رئيكو الت وه pasado مثال ى عشلح للب hina The iron can form two additional bonds on either side of the plane Ferrous plus two state bind to oxygen هذا الشكل يوضحنا البورتوبورفرين اللي عند ما يرتبط بمن بالحديد بأربعة أواصر هذا الحديد يرتبط بأسرطين مع من مع الأكسجين This figure shows the heme inside the RBCs أو الهيموغلوبين and the protein اللي محيط بالبي هنا نشور رح يرتبط الأكسجين لأن الحديد رح يرتبط بأربع أواصر مع الذرة النيتروجين الموجودة بالهيم ويرتبط بأسرطين مع الأكسجين This figure shows the location of the heme inside the hemoglobin and this also shows the binding of oxygen with the heme group Features of the myoglobin structure Compact 45, 35, 25 ميكستروم 75% alphalic helical Internal residues are non-polar except for two histadine residues الموجودة which are involved in oxygen binding التي تضمن بومين histadine رح نستفاد من عنده بارتباط مع من مع الأكسجين The heme is largely hidden but the bromobinoid side chain and negative charge are on the surface البرابع أواصر هو حامض كاربوهدروكاربون يكون صالب الشحنة يكون وين بالسطوح الهستادين يقع بالF8 is directly linked to iron الأكسجين is bound directly to Fe in him on the opposite side to histadine اللي هو يكون بالF8 إذن يرتبط الأكسجين بالحديد اللي يكون بجهة المعاكسة المن للهستامين هنا these figures show the binding of iron with الأكسجين or without oxygen position of iron in my globulin the Fe lies slightly out of the plane of the borfarin rings towards histadine اللي هو يكون بالF8 إذن هنا الiron شوية مسحوب لجهة الهستامين أو الهستادين قبل أن يرتبط بالأكسجين عندما يرتبط بالأكسجين راح تتحرك راح يدخل للplane هنا كما هو موضح بالشكل إنه انسحب يعني انسحب ودخل للplane multi-themoglobin oxygen binding to him of my globulin oxygen binding to iron pulse the iron into the plane of the ring with associated movement of histamine the binding of oxygen by my globulin my globulin according to this equation my globulin plus oxygen O2 راح ينطيني complex اللي هو my globulin مع الأكسجين مرتبط K1 ها the reverse K-1 the equilibrium constant اللي هو KD راح يكون يساوينا إلى K2 على K1 ويساوي ويساوي تركيز my globulin في تركيز الأكسجين على الكمlex اللي هو oxygen my globulin divine the degree of saturation of my globulin with oxygen اللي هي Y as the concentration of oxymyglobulin as proportion of the total my globulin concentration and then Y is equal to a concentration of my globulin oxymyglobulin divided to my globulin concentration plus oxymyglobulin subsituation equation 1 by 2 Y is equal concentration of oxygen divided to equilibrium constant Kd plus concentration of oxygen and is equal to pressure of oxygen pressure 50 oxygen plus pressure of O2 as oxygen is a gas it is concentration is usually expressed in terms of partial pressure P-O2 and P-50 as used to represent the equilibrium constant in hala the equation gives a hyperbolic relationship between Y and pressure of oxygen according to Michael Manton equation will be discussed in session 3 these figures show the binding of oxygen to my globule saturations on this X X represented pressure of oxygen كل ما راح يزاد عندنا الضغط كل ما راح يكون التشبع راح يزاد عندنا كمية التشبع ونوصل إلى constant saturation الhemoglobin 2 polybibtyle chain alpha 141 amino acid beta 146 amino acid and alpha 2 beta 2 tetramar oxygen carrying protein and red blood cells يحمل الoxygen في الدم الحمراء 8 chains contains unessential hem prosthetic groups اللي هي مثل ما قلنا كل واحدة راح تحتوي على prosthetic group اللي هي الhem لذلك الhemoglobin يشبع بأربع جزئات أو أربع ضرات من الoxygen confirmations of each polybibtyle chain is very similar to that of myoglobin يعني تقريبا توزع الفراغي مشابه لكن هناك one chain هناك two polybibtyle chain sigmatoil oxygen binding curve اللي هي co-operative operative D for this hemoglobin للoxygen راح تزداد كل ما نضاف جزئة من oxygen هنا نلاحظ نضاف اول جزئة من oxygen زاد affinity ارتبط بالثانية ارتبط بالثانية زاد وإلى أن يوصل حالة التشبع اللي هي اربعة ذرات او اربعة جزئات من oxygen increasing affinity for oxygen هنا يوضح ان هذا الدياغرام او الfigures راح يوضح انه الهيمو اذا ما ارتبط بي اكسجي اش راح يصير بي اذا ارتبط بي هنا T form او structure وال R relaxed structures عد ما يكون بالT انه ما اكسجي ويك ايونيك and hydrogen bonds occurs between alpha and beta dimer pairs in the oxygenated state في حالته راح يكون عندنا hydrogen bond و اواصل ضعيفة strong interactions primarily hydro fog شبي hydro fog بالبداية بين alpha and beta بين من stable alpha beta dimer بينما هنا من الصغ عند اضافة للأكسجين راح تتكسر هاي الواصل اللي تكون هنا وراح شوية يتمدد الهيمoglobin some ionic and hydrogen bonds between alpha and beta dimers are broken in the oxygenated state translate from t to r the oxygenated which which with oxygen the binding oxygen one pairs of alpha beta subunits shifted with respect to the other by the rotation of 50 to 15 degrees. Binding of oxygen to one subunit switched the other subunit to conformations which fuels oxygen binding leading to cooperative binding of oxygen. Convermational changes in hemoglobin, the movement of the iron atom oil and oxygenation brings the iron-associated histamine residue toward the ball-faring link. The associated movement of the histamine containing a helix alternative interface between the alpha-beta bars and initiatives other structural changes involving other subunit. Cooperative binding of oxygen to hemoglobin. Myoglobin can bind only one molecule of oxygen because it contains only one hemoglobin. In contrast, hemoglobin can bind four oxygen molecules, one at each of its four hemoglobin. the degree of saturation y of this oxygen binding site on all myoglobin or hemoglobin molecule can vary between zero. All sites are empty and 100% all sites are full. which we will see in the figures three and five. So, the rate of oxygen is different. The rate of oxygen is different. The oxygen is different from hemoglobin. The hemoglobin is different from hemoglobin. This is one polybeptide, two polybeptides, two alpha to beta. The oxygen in dissociation curve is steepest at the oxygen concentrations that occur in the tissue. This permits oxygen delivery to respond to small change in pressure of oxygen. So, in the selection of oxygen, we will be able to get much more oxygen than the hemoglobin. and the hemoglobin. We can also get high, but, every time we bring in the tissue and share the oxygen. The hemoglobin will be able to get a more oxygen from hemoglobin. So, the oxygen from hemoglobin creates a little faster and more oxygen. بتشوف غط الأوكسجين يكون هنا مثال واطئ فلي ذلك يشوف أنه الdissociation في ارتباط راح أيضا راح يبدأ يقل يبدأ يقل Cooperative binding of oxygen to hemoglobin The binding curve can be pictured as a composed of two simple binding curves of the can be seen for myoglobin one corresponding to the t-stat low affinity can be hb in low affinity ماكوكسجين and one to the r-stat high affinity it might be مشبع بالأكسجين as the concentration of substrate increase كما زاد تركيز السبسترات يعني كما زاد هنا الأكسجين شوية راح يكون ترابط أكثر the equilibrium the equilibrium the t-stat to r-stat resulting in gradually increasing slope of the binding curve fractional saturations change more stably as fraction of version of oxygen اذا هنانا هذي الشكل كل ما راح يزداد ضغط الأكسجين كل ما يزداد التشبه الحالة ايضا من التي اللي هو لو في نتي شوية راح تتحول للار اللي هو high affinity to oxygen الاستريك افكتس كما اخذنا سالي فان قلنا احنا احنا اكو الاستريك افكتر اكو بوزنف اكو ناكاتف اذا هنانا بالهيموغلوبين شوية الاستريك افكتر the ability of hemoglobin to reversibly bind oxygen is affected by the phalung parameters اذا هنانا قدرت الهيموغلوبين على ارتباط بالاكسجين راح تتأثر بعدة ارتباط اولا البي اتش وضغط CO2 وضغط الاكسجين البي اتش احنا دائما وستد بالتشيو راح يكون عندنا CO2 راح يكون عندنا H2O وممكن انه ال H2O والCO2 تكونن بي كاربونيت او كاربونيك اسيد اللي يصير لديسوسياشن يطيني الهايدروجين وينطيني ال HCO3 اللي الهايدروجين اذا ازداد تركيزها راح تغير للبي اتش the availability of 2-3 phosphoglycerate وخاذ ايضا اخذنا هذا المركب بقلنا بالهاي التوتيوت راح يزداد هذا المركب ليش بالتشيو على موضي يقل الالفا منت الأكسجين للهيموغلوبين بالتالي يوصل لأقل كمية من الأكسجين للتشو these are collectively called allosteric other site effectors because there are interactions at one site on the هيموغلوبين molecules effectors the binding of oxygen to hem groups at other location of the molecule احنا عدنا هذا المركب اللي هو 2-3 ppg راح ينتج لنا من glycolysis glucose يتحول الى 1-3 phosphoglycerate اللي هو راح يتحول الى 2-3 بالازوموتase راح يتحول بالموتase راح يتحول 2-3 بس phosphoglycerate وايضا يرجع الى 3 phosphoglycerate اللي يدخل بالعدمة احنا نحتاجه the highly anionic 2-3 ppg is present in red blood cells at approximately 2 millimolars it's bind to hemoglobin 1 molecule by tetramars and decreases the affinity for oxygen promoting release in the tissue اذن الهو القدر على الارتباط بالهيموغلوبين لأنه يمتلك الفعال الهيموغلوبين بالتالي يحرر الى الوكسجين بالأنسجة the physiological adaptation of too high altitude involves an increased tissue concentration اذن اذا هنان هذا المركب راح يزداد بالتشو concentration يعني بالتشو فرح يكون ذو تركيز عالي بالتالي احنا قلنا الى القدرة على الارتباط بالهيموغلوبين من راح يرتبط بالهيموغلوبين راح يؤدي الى تحرير الوكسجين في الأنسجة binding of 2-3 pbg 2-deoxy hemoglobin binds to the central cavity of tetrama interacting with 3 positively charged groups 2-histamine and 1-lysine 1 on each beta chain the oxygen the oxygen hemoglobin has a smaller central gap and exclude 2-3 pbg a single molecule of 2-3 pbg binds to the positively charged cavity formed by the beta chain of deoxy hemoglobin differentiation oxygen affinity for fetus and maternal radioblase cells the fetal hemoglobin contains a variety of beta chain called gamma which has histadine in the 2-3 pbg binding site the fetal hemoglobin thus has reduced affinity for 2-3 pbg resulting in enhancing oxygen binding affinity that allows transfer of oxygen from the methyl to the fetal radioblase cells the hemoglobin we will change to the power to the power to the amino acid to the power to the bbg and will be to oxygen to the child and this is the 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 way it will explain how to oxygen to the oxygen to . بوهارت إفكت شوهي بوهارت إفكت عندنا الهيدروجين ions and CO2 promotes the release of oxygen rarely metabolizing tissue such as contracting muscle have a highly need for oxygen and generate large amount of hydrogen and CO2 إذن المسل هي تحتاج إلى oxygen وتحررنا بنفس الوقت شو تحررنا الهيدروجين وينجلنا إذا كلايكوليس تحول البيروفيت البيروفيت راح يتحول إلى اللاكتك اللاكتك راح يزيدنا تركيز الهيدروجين Both of these species interact with hemoglobin to promote oxygen release هاي المركبات يا أما CO2 أو الهيدروجين راح ترتبط مع الهيمoglobin وتخليه حرر لي شنه الوكسجين The oxygen infinity decrease as the pH كل ما تكون بأسيد راح تقل الف مال للأوكسجين المن للهيمoglobin وبالتالي يتحرر From the pH 7.4 found in lung إذن هنانش قسلانش 7 أو 4 وين بالتشو راح تكون أعلى لأن على احتوار تحرار عندي الهيدروجين لذلك راح تقل الفة للأوكسجين للهيمoglobin Increase CO2 أيضا تركيزي CO2 concentration also lead to decrease in the oxygen ability This regulation of oxygen infinity by pH and CO2 is called Baha effect after it is discovered 19 4 a chemical basis of Baha effect and D Oxy Hemoglobin 3 amino acid residue form 2 salt bridge that stabilize the T state the low oxygen infinity state high low affinity the formation of one of these depends on the resistance of proton on histidine beta chain 146 lowering of the PHY metabolic activity revers the proton addition and formation of the salt bridge with spherginine beta 94 this stabilizing the T structures and increasing the tendency for oxygen to release and then it might go in the ability to the carbon monoxide and carbon monoxide is poison because it combines with ferro myoglobuline and ferro hemoglobuline and the blocks oxygen transport not that histadine E7 strictly inhibited binding of CO and lowers it is vanity for the heme FE this is done sufficiently low that endogenous levels of CO can be tolerated high level of CO from poorly ventilated gas wires are highly toxic so the CO is 200 times on the hemoglobuline on the hemoglobuline so it's a very same here the difference between HPA1 adult sickle cell anemia and HBC here glutamine amino acid تغير بال sickle cell anemia بنفس الموقع violin من ionic إلى ionic هنا نتحول المن بنفس الموقع المن لل lysine أيضا يحتوي على الشحنة المجبة هنا يحتوي على الشحنة السالبة بالأول هنا ما يحتوي على أي شحنة وهنا فلذلك أي تغيير بالsequence multi amino acid راح يحدث لي طفرة وهاي الطفرة ممكن تكون مرضية هنا بال echidrophoresis هذا الجهاز يحدث على الشحنة السالبة راح يتجه إلى الأنود وهذا echidrophoresis حركة الهيمو غلوبين باتجاه القطب الموجب أو القطب السالبة حسب الشحنات اللي يحمله البوينت ميوتايشنز ان ذا دي انا كود فور ست تلكتشري ألتير اتش بي أس راح يغير الاتش بي أس شوها الكود جي تي البلوتامين تغيرت جي اي جي راح سيغير بوكان الفايلين هنان هاي الطفح سويت في حالك ماكو اكسجين الهي بولي مرايز ان تو لن روب لايك فيبر يكون على شكل فيبر بالتالي مدائري شكل ها الهيدروفوب باكتش شوف شي سوينا بال الارب سي انترا سولي الار فيبر اف اتش بي اس دي ستور اله اتروسايد راح يكسر عندما تدخل الكابلاريز اين الوغايت اتروسايد اكل بلد بفلو و كابلاريز شرح يسويها راح يتخثر هنا او يتكسر وبالتالي راح يمنع وصول الدن شرح يسوي مايكرو مايكرو انفرقت ردوس تشو نوغزية رزولتن سبير بان شرح 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 اشتركوا في القناة